موسيقى نقدر نقول لك أنني دريت وبزاف دي الناس ولو كي بنوليا واتحين موسيقى 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 فكيت موسط لي ونقدر ندير أي حاجة أخرى فقط ما كنحملش إنساني أديني ما كنحملش شي حد لي تعاشر معايا ويطلع صغير ما كنحملش بزاف دين الحويش بحلكة ما كنسمحش في حقي الناس اللي ما عندهمش تيقى في راسهم ولا ما عندهمش يعني ما عندهمش قدرة أنهم يواجهوا وما لي كيكونوا خايفين فأنا الحمد لله بويسكو بدرائي يعني بالساني وبأي حاجة فأنا أي حاجة كنقدر نصدى لي ونواجهها هو تغيير كل شي صراحة كان حسب راسي والتي تمهدنا أكثر مبرزنا كتر والتي تكنكرا زنقا ولا عندي مقدار كتر نقدر نقول لك أنها كندوز جوز سواء لفراء كتبالي سبعين ساعة خصني أدخل عدود دي خلاص واحد الفرحة وواحد طاقة أعطاها لي كبيرة كان حسب راسي خصني تحدى راسي نتحدى أي حاجة كانت في حياتي باش نقدر نكون أم مثالية الولدي سواء يعني من ناحية يعني الناحية دي كواجب كأم ولا من ناحية العملية نكون في الصورة اللي غادي بغي يشوفني فيها والدي إن شاء الله فعلا أنا ولدت في ولادة طبيعية وتعدبت بالساف وتحت لي تنسيون في الولادة لدرجة أن تقديل بيبي بدو كي هفضو يعني فريمو كنت بين إيدين الله سبحانه وتعالى يعني وحنا دائما في يدي الله ولكن يعني هذه الفترة كانت كتبالية سواء يرجل في الدنيا يرجل في الآخرة كيف ما كيقولو لهذه الدرجة يعني مني ولدت وشفت ولدي قدامي وأنا دقتل قلب ديالي بزيان إنوه وغوت فسافي بالنسبة لي رمي مكش أنني يعني والليس كنقول لك كنشوف الموت يعني صافي كنقول الحمدولي الله ممكنش واحد البكية مع واحد تحكى مع واحد الفرح مع واحد المشاعر اللي مخلبطة وراجلي خداني قم فوتو هذيك ساعة ما شفتوش والله ما شفتوش خدالي هذيك الصورة ولا حو ما قالهاش لي بغي ما تبديد كنشوفها في لغيزو سوسيو لأنني أنا بقيت في لوبيتال وهو يعني رجع للدار فهو سفي كتب الحمدولي الله ورجع أنا قلت له ما زجولت وحضره ولتر بقى مريضة وكتبها تكي بدوني أنا التالي فونات مأتمني يدي الصباح بدونك يوصلوني بقى يلا خرجوني لاشوم كتكون أمام الأمر الواقع يا صراحة أنا مختاريش قرآن استغفار في الوقيتان اللي قربت لولادة ومنني حبلت وأنني كنت لبسي دير بي أنا الأمور توز لي ميسرى فكتكون أمام الله سبحانه وتعالى ممكنش تكون غادية بشعة الخالق هو اللي خلقنا هو اللي غادية رجع الروح لإندو فرغبت أشغل نقول لك بحل منك تحط في شي موقف رغم أندك بكتدير فيه مسدودة لك البابرة ما كينش بني غاد بشي يا إما غاد بشي يا إما غاد بختم يا إما غاد بموت وحده في الجوش دوك ما لك إلا غاد بشي لخصوية الدار سبحان الله العدي مسونة الحياة الله يسمح لنا من الوالدين وأنا هاد تجريبه هاد شيء أشبغل ندوزها بغيت نحس بالأم ديالي كيفاش كيفاش ولداتنا احنا بخمسة الحمد لله كيفاش الأمهات كانوا كي ولدوتا وما طبيعيا يعني ما بغيتش نمشي ونقول آه أنا غندير سيزاريان ونخاف نو كتعجبني تجريبك كتعجبني نتحد دراسي ما كنخاف والو كنخاف الله سبحانه وتعالى ما كنخاف التحاجة لا غنقدر نقول هو أن عبد الواحد نصف ديالي الثاني هو شاريكي في الحياة شاريكي في الجرائم شاريكي في الحواج الزوينين في الحواج الغيبين في أي حاجة فكان قدرنا نقول أنه مني كتختار الإنسان غير يكمل معك حياتك فخصو يتقبلك كيفما هو وكيفما أنت وانت تقبله كيفما هو فحنا الحمد لله يعني دابك من ناس تسنين ديال الزواج ولكن حداشر عام ديال ديال الأشراء يعني كان داس فيها خطوبة داس فيها تعرف داس فيها أمال داس فيها بزيف ديال الحواج فكان حمد الله وكنشكره لأنه إنسان اللي كي يكون في جنبي وكي بغيني نكون في صورة زوينة كي بغيني يشوفني إنسانة ناجحة كي يحترمني كي بغيني لأنني مموت ولدو بناتنا واحد الحب كبير وتفاهم وتعاون وهدية سنة الحياة هاتشي واللي خصو يكون فكنشكره للوجود دياله في حياتي فأود دي مشي تقرسنا مشي تقرسنا هاتشي سعيب ناس صعب ناس صعب ناس صعب زاف و اللي غادي نقدر نقوله وفاة شهر مبارك والله يأفو ولا إيا إنسان اللي كتمنى لخول الشر ولي كي هاجمو يعني عن قصد ولا اللي كي درو وخاصة اللي بغى في أنا يشي حاجة خيبة فكنقوله والله يهدي والله يأفو عليه فأنا وحد الإنسانة اللي كن خفر بي كن بوحديته ما كن خفش العبد رزقي كي جيني بيدي الله سبحانه وتعالى كنش جاهد والكمال وعلى الله سبحانه وتعالى اللي بغى يدير شي حاجة يديرها فأنا لا أبالي فأنا وحد الإنسانة عندي تقيق في النفس ديالي الحمد لله الحويج اللي قدرت نوصل لي موصلت لي مدرائي ووصلت لي مبراسي فكيتم موصلت لي ونقدر ندير أي حاجة أخرى فهمتي كنظرن أن الله سبحانه وتعالى واني في بزاف ديال الحويج وهو اللي يعني يراسب لي طريقي فأني كين الله سبحانه وتعالى لأشغل نفكر في العبد فاكنت ما كنحملش إنساني قديني ما كنحملش شي حد اللي تعاشر مآي ويطلع صغير ما كنحملش بزاف ديال الحويج بحلقة ما كنسمحش فحقي كنقولها لا ماشي ماشي بكيشان ديالأسماء لأنه هم أسماء عديدة وغير زيما لا أبالي بهذا الشي فهمتي لا أبالي بهذا الشي لأنني قدّبي فاقاسيان ديالأسماء قدّبي هو أنني ما كنفرّطش حقي كنعرف كيفاش ناخدو ما كنسكوتش على حقي لأنني ما كنعساء بالراسي أننا منا كنوصلون للسن النطج فأنانا قادرين أننا نواجهو وناخدو حقنا بإيدنا ونوقفو على أمورنا الناس اللي ما عندو مش تقفراتهم ولا ما عندو مش يعني ما عندهم مش قدرة أنهم يواجهوا. هم اللي كيكونوا خايفين. فأنا الحمد لله بويسكو بدرائي بالساني وبأي حاجة. فأنا أي حاجة كنقدر نصد لها ونواجه. آخر رسالة الجمهور بغيت نقول لهم ما تنساوش كينس في قامة رحسا هو دي اللاجهة البحار. مخرجة العظيمة اللي أزيزة على قلبي. واللي دوس مع تجربة زوينة بالساف. والعمل ديها كنشوف أنه عمل ناجح ومستثل لكي تردب على قناة الأولى. شهر رمضان ما ينسوش تفرجو فيه. في شخصية زوينة بالساف. في مجدولي الإدريسي. في رفيق فوبكار. رفيق القاطي. سناء العلوي. يعني فاتي حواتيلي. في طولة من الملتلين. كني أمر كتير هذا الشهر الكبير. والعظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يدخلوا لكم بالمغفرة بالرحمة. وصيام مقبول. صلاة مقبولة. دعاء. مقبولة. كنوا ناس خفافة على قلوبكم. ما تنسوش. أنا كنحطكم دائما قدام عيني. لمساجي لكم. سواء كانوا بوزيتيف ولا نيكاتيف. كنن أخذ بهم. إلا كانوا في العقلانية. فأنا كنن أخذ بهم. وكنحاول دائما نطور من رأسي. باش نكون عند حسن الظن ديالكم. كانت معكم تي ساماروسي. وانتمنى كنت طيفة. خفيفة على قلبكم. قبل ما تخرجوا. ما تنسوش. تابنوا معنا فلاشين يوتيوب. وبرجاجوا المحتوى في مواقع التواصل اجتماعي. وما تنسوش تضير الجامعة.